طب نعمل ايه عشان اولادنا نحصنهم من الهشاشة النفسية تعالوا نمشوا واحدة واحدة كده عشان نحاول نحصن اولادنا من الهشاشة النفسية اول حاجة ممكن نعملها ان احنا الرب اولادنا على ودي الله لهم على حب الله لهم يعني ان الله يحبنا هيفض القصة المرأة الجارية وهي بتقول اللهم بيحبك لي اغفر لي فيجي سيدة ويقولها ايه اللي انت بتقولي ده ايه اللي انت بتقولي ده قولي اللهم بيحبي لك اغفر لي قالت لا لو لا انه يحبني ما اقامني الساعة بين يديه فعلموا اولادكم انهم يقولوا كده اللهم بيحبك لي علموا اولادكم ان الله يحبهم ولما بيحبهمش ما كانش خلق الحياة كلها وعلى فكرة ان انت تعلموا اولادكم ان ربنا بيحبهم ده بيقاوم كل اسباب الهشاشة لان من اهم اسباب الهشاشة هو ان احنا ربيناهم على التدين الكمي اللي اهم مفردات التدين الكمي والان انا بعديه عشان كده انا لو ما فيش اثر سلبي للتدين الكمي غير اللي انا اقوله ده فيكفي ان احنا كلنا نتحالف لمواجهته ان هم ربوا في التدين الكمي على ان الله متربص بنا ان ربنا متربص فلازم ننشأ اولادنا في البداية على حب الله لهم وعن معيته معيته الحافظة معيته المنورة ومن تمام الكلام عن معية الله وجمال الله سبحانه وتعالى الكلام عن جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فحضرة النبي هو باب التسكية الكبرى كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله هو عمود الحياة حب حضرة النبي هو عمود الحياة فده عمود الحياة بغير حب الله ورسوله ما الناس سند ولا لنا ظهر لان الله سبحانه وتعالى جعل جعل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو السند الإنسان اللي بنعيش به فلما تحصل صدمات مثلا في حياة أولادنا احساسهم ان هم عندهم سند هو حضرة النبي وحب حضرة النبي ويصلي الواحد فيهم على حضرة النبي فيتحصن في الشدائد وكأنه هيسمع حضرة النبي ولما تحصل له الشدة وبيقول له اسبر فيجي له حضرة النبي يقول له إنما الصبر عند الصدمة الأولى يبقى هنا بيحصل التعافي لما يحس ان هو بيحب حضرة النبي تاني حاجة احرصوا على التفاهم مع أولادكم واسمعوا أولادكم كتير من غير ما تحكموا عليهم لأن شعورهم بعدم الفهم بيخليهم يتعرضوا للعزلة ويبعدوا ويحرصوا على أن انتوا بتكلموا أولادكم تحترموهم إن ابني هذا سيد الله حضرة النبي يقول على حد طفل صغير سيد آه عشان يعلمنا احترام الأولاد وعشان كده داخل الأسرة لازم نعمل كده حتى لو فيه خلافات أسرية نحرص على أن احنا رب أولادنا على احترامهم ونخليهم يحسوا بالأمان وربيهم على على الرسوخ والصمود النفسي تالت حاجة احرصوا على الإجابة على أسئلة أولادكم واللي مش عارف يسأل المتخصصين المعتمدين وعلموا أولادكم كمان إن هم يوجهوا أسئلتهم لأهل العلم لأن ده هو اللي هيحميهم أنهما يكونوا أرضا للفكر المتطرف ويكونوا أرضا كمان للضياع رب أولادكم كمان رب أولادكم على الوسع أن الله واسع رب أولادكم على سعة الحياة وأنه أبدا ما فيش حاجة اسمها فرصة أخيرة لكن الله سبحانه وتعالى واسع كل ما حسيت أن أنت في الضياع الله سبحانه وتعالى سيخلق لك فرجا علموا أولادكم أن السعادة حياة أن السعادة مش هي اللزة أن السعادة أوسع بكتير من أن هي تكون محصورة في لزة أو شهوة لكن السعادة ممكن تعيشها بشكل حقيقي في الرحمة والخير والجمال وأخيرا إذا حسيت أن حد من أولادك بيعاني من علامات التراب نفسي لابد أن أنت تستشير متخصص لأن ده مواجهة الأمور دي في أقرب وقت بيخلينا أفضل وأحسن وأفضل